اللهم إن يوم الجمعة هذا وفي آخر ساعاته أسألك أن تمنحني فيه إجابة الدعاء وأن تصرف عني شر القضاء إلهي يا رب العالمين اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير وأسألك اللهم أن تهدني في من هديت وأن تعافيني في من عافيت وأن تصرف عني شر ما قضيت وأن ترزقني الصحة والعافية ما حييت اللهم اقضي حاجتي وتولى أمري يا رب العالمين اللهم إني أسألك أن تمنحني من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعلم وأن تصرف عني الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعلم وأن تحفظني لمن أحبني وتحفظ لي أحبتي وتقيهم من كل شر وسوء وبلاء اللهم إني وكلتك أمري فدبره لي وأصلح لي شأني كله اللهم يا مالك خزائن السماوات والأرض أرزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين يا الله يا واحد يا أحد أسألك أن ترزقني خشوع القلب عند الوقوف بين يديك وأن تقيني من شر نفسي وشيطانها وأن تجعل دعائي مستجابا في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين يا قاضي حاجات عباده يا مجيب دعواتهم أسألك يا رب أن تقول لأمنيتي كوني فتكون وأن لا تجعل حاجتي إلا عندك فأنت السميع المجيب الرزاق الوهاب يا رحيم يا رحمن أسألك اللهم فرجا عاجلا غير آجل وفرحة كبيرة من عندك تهون بها علي أيامي وأن تعوضني بالخير عما رأيت يا مجيب الدعاء اللهم لا تجعل شمس يوم الجمعة تغرب إلا وقد غفرت ذنبي وسترت عيبي ومحوت خطيئتي ورزقتني توبة نصوحا لا أعود إلى الذنب بعدها أبدا اللهم ارحمني فأنت خير راحم ولا تعذبني فأنت علي قادر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم واجمعنا بهم في جنتك واجعلنا وإياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين اللهم بشرهم بمقاعدهم في الجنة جوار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني إذا صرت إلى ما صاروا إليه وسخر لي من يدعو لي بعد وفاتي ولا تأخذني من الدنيا إلا وأن تراض عني يا رب العالمين اللهم إني أعود بك من موت الفجأة في ساعة الغفلة اللهم إنه يوم الجمعة خير الأيام عندك وأنا عبدك الضعيف الذي لم يجد ملجأ سواك اللهم إني أسألك السلامة في كل أمر والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تأذى لشمس يوم الجمعة بالمغيب إلا وقد أجبت دعائي يا رب يدي ممدودة إليك وحدك فلا تردهما صفرا ولا تغلق بابك في وجهي فأنت ملادي إلى من تكلني يا الله وأنا عبدك الضعيف اللهم حرم على النار وجهي واجعلني أنا وأهلي وأحبابي من أهل الجنة واجعل الفردوس الأعلى دارنا وحبيبك محمد جارنا وأنر بالقرآن قبورنا إلهنا أوشكت شمس يوم الجمعة على المغيب ولن ينقطع آمالنا في استجابة دعائنا منك يا مجيب اللهم إن عبادك متقلون بالأوزار ومحملون بالذنوب والخطايا إليك تائبون عائدون نادمون يتمنون عفوك وغفرانك وأنت العفو الغفور فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك قبل أن تغيب شمس يوم الجمعة أن تكون قد غفرت لنا ولوالدينا وأحبابنا اللهم إني أقف على بابك وأنا نادم على ما فعلت معترف بتقصيري وذنبي ألتمس منك الغفران فاغفر لي وتب علي اللهم ارزقني خير الحياة وخير الممات اللهم اجعلني من عبادك الصالحين التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين اللهم املأ قلبي بالإيمان وثبتني على سنة خير الأنام وتب علي وتولني يا رحيم يا رحمن اللهم إني أسألك أن تبارك لي في أهلي ومالي وأحبتي وكل رزقي وأنت تقبل مني جميع أعمالي واجعل فيها الإخلاص لوجهك الكريم وأنت ارحمني وترحم ضعفي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك وأنت ديم علي جميع نعمك التي أنعمت بها علي يا رب العالمين يا رب وإن أغلقت كل الأبواب فبابك مفتوح لا يغلق يا خير سند لجميع عبادك لجأت إليك لجوء المستغيت برحمتك الطامع في كرمك أتوسل إليك يا الله ألا تردني وألا تخذلني فأنت الأمل الأول والأخير لي أتوسل إليك أن تصلح الكسر الذي بداخلي فلن يجبره أحد سواك وأن تجعل صبري على ألمي في ميزان حسناتي وألا تتركني وحدي فليس لي سواك يا الله اللهم استجب يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين وصحبه والأمين